أكد رئيس الوزراء مصفى مدبولي تطلعه لاستمرار دعم مجموعة حزب الشعب الأوروبي لمختلف جوانب وعناصر الشراكة المصرية الأوروبية خلال المرحلة المقبلة وخلال لقائه برئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبية أكد مدبولي أن المؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك قد أسهم في نقل رسالة واضحة للقطاع الخاص الأوروبية بأن مصر تعد مقصدا مهما للاستثمارات الأوروبية خاصة في ظل إجراءات الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي اتخذتها مصر خلال الأونة الأخيرة من جانب يأكد رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي مؤكدا حرص الجانبين على تعزيز هذه الشراكة وتنفيذ محاورها اشتركوا في القناة